تات كتير بتتجوز بدون ولي باعتبار ان البلد اللي عايشة فيه مش بيشترط وجوده الولي زواجهم ده صحيح ولا باطل بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجب فيديو جديد مذهب الجمهور اللي هم الامة التلاتة الشافعي واحمد ومالك ان الزواج بدون ولي زي ابوها مثلا باطل لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاحة الا بولي ذهب الحنفية الى لا ان المرأة مش لازم يكون معاها وليه عشان تتجوز خلي بالك حتى المرأة البكر هم بيقولوا كده المرأة البكر او الثيب يعني سبق لها الزواج لم يسبق لها الزواج مدام عاقلة بالغة يجوز لها تزوج نفسها بس لازم برضو شهود واجاب وقابول الكلام ده انا بتكلم على شرط الولي دلوقتي طبعا القول الراجع عندنا نص لنكاحة اللي بوليه فقول الجمهور هو الاعلى لا صح لكن من قلد الامامة ابا حنيفة او المذب الحنفي ده مش الامامة ابو حنيفة ده الالاف العلماء اللي على المذب الحنفي اباحه للمرة تتزوج بدون ولي نقول لهم لا هو ده باطل عند الجمهور لكن اللي حصل قبل كده بدان مبني على مذهب فقهي من مذب اهل سنة والجماعة يبقى لا حرك زواجكم صحيح ماء في الماء فوش اي حاجة ومش عيب على البلاد اللي بتاخد بقول الاحناف اللي احنا قول عليهم ده بلد تحريب الاسلام ده بيطبقوا الاسلام بس على مذهب معين مفيش مشكلة فبالتالي كل زواج الستات بدون ولي الذي سبق اعتمادا على قوانين البلد اللي بتاخد بماذب ابو حنيفة محدش يقدر يقول زواج باطل بل هو زواج صحيح لانه مستند الى مذهب المذهب ده لا اصول الاصول دي اللي استنبط منها جواز ان المرأة تتزوج بدون ولي ومش عايزين اثارة بلبلة او نحو ذلك لان الحمد لله الامر فيه سعى بفضل لكن الستة العزد تتجاوز وتقول الجواز لا لازم ولي وده ماذا بالجمهور وده الراجح وده اللي علي النص لا نكاحة الا بولي دعا بالفيديو شير واللايكم من شراء في القناة شوفكم المرة الجاية والسلام عليكم